أول سؤال عندنا بيقول يا فضيلة الشيخ والدتي متوفية بقى لها أربع سنين اتوفت بمرض في بطنها ساعتها كانت الظروف على قدنا وهي كانت محتاجة أكل ورعاية أنا دايماً حاسة أني أنا كان بييدي حاجة ومعملتهاش وقال بواجعني بس الموضوع ده مدايقني السؤال الثاني حماتي لما بتكون عايزة حاجة أو نفسها في حاجة جوزي على طول يتكلم أمي نفسها أمي عايزة ولما يكون عيالهم محتاجين حاجة أو أكل أو نفسهم في حاجة الموضوع بيعدي عادي وأنا ببقى متضايقة وبكلمه بقوله أنت هتتحسب على عيالك إيش معنى والدتك تبقى عايزة تجيب مع أني حماية مش ميخليها محتاجة حاجة هل أنا كده عليها زم؟ ده سؤال مهم لازم نجاوب عليه بشكل واضح لأن التداخل الموجود ما بين مسألة العلاقة ما بين الزوجة والأم الزوجة طبعا أنا عارف هي حست بدأ ليه؟ حست بدأ لأنها خافت أنها تكون من المطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يزنوهم يخسروا ليه؟ لأنها حست أنها لما كان الكلام عن أمها زي ما هو في السؤال الأولاني كده وزي كيسألت السؤالين مع بعض الكلام لما كان مع أمها إيه اللي حاصل؟ حسد بالزم بأنها أثرت في حقها لكن جوزها لما جاي بيهتم بمامته وبأمه إيه اللي حاصل؟ هي حسد بأنها إيه ده؟ أنت بتهتم بأمك أكثر من أولادك ليه؟ فعشان كده السؤالين جايين مع بعض وأنا ملاحظ الرابط ما بين السؤالين السؤال الأولاني السؤال هل أنت عليك زم بفتقصيرك مع أمك؟ لا أنت معلكي الزم خالص إن شاء الله ليه؟ لأن أنت بتقولي أن أنت بذلت ما عليك في ظل الظروف والإمكانيات اللي كانت عندك ما تكنتش تقدر تودية مستشفى أفضل فحصل لها أن هي تلقت العلاج في مستشفى أنت شفتها مش أفضل حاجة أو تلقت العلاج بمقدار معين أنت ما كنتش تملكي أكثر منه فأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وبالمناسبة والدتك ما ماتتش بقلة الإمكانيات هي ماتت بأجلها يعني هي ماتت لأن هذا أجل أجله الله لها مش ماتت لأنك أنت ما عملتيش اللي عليك لا هي ماتت بأجل الله وعشان تطمني حديث سيدنا عبدالله بن مسعود أن الإنسان بيجمع خلقه في رحم أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علق ثم أربعين يوما مضغة ثم يأتي الملك فأنفخ في الروح ثم يكتب من ضمن ما يكتب يكتب أجله وعمره وشقيه نفسعيد فكل اللي حصب والدتك كان انتهى من قبل وجودها فلذلك أنت لازم تفهم أن ده أجل والدتك وأن ربنا هو اللي قدره وربنا هو اللي كتبه وانت إذا كنت بذلت ما كان في وسعك في ذلك الوقت ما الذي كان مطلوبا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيان هذه المسألة أن من كان عنده فضل ظالم فليعوض على من لا ظهر طب اللي ما عندهوش خلاص وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا لكل أجل كتاب خلاص يعني كل أجل مكتوب فأنت ما كانش عليك شيء السؤال الثاني بقى أنا شايف أن احنا ممكن نتعامل مع هذه المسألة بذكاء ايه الذكاء بقى أنت بتحب والدتك وانا عايز أولادك يحبوك زي ما أنت بتحب والدتك إيه اللي حاصل لا تقول له له قلل اهتمامك بأمك ليس هذا أول عقل ولكن قولي له احنا محتاجين نهتم بأولادنا عشان أولادنا فيه ظرف جديد حصل لهم فنجعله هناك سبب للاهتمام بالأولاد فأنت لو عملت ده هتنحلي عليه المسألة لكن أنت ما تدخلوش في مقارنة يبدو أن والدته أنت بالنسبة لك مش أفضل حاجة أنت أفضل حاجة عندك أولادك وهو ليس اهتمامه بولدته يعني أن هو أولاده لا يسوينا شيئا عنده أبدا هو اهتمامه بولدته لأنه يرى أن والدته في هذا الوقت من عمرها لا تستطيع أن تقضي أكثر حاجاتها لكن أولادك أنتو الاثنين بتهتموا بأولادك بأولادك فأنا لا أرى أن أنت تقول له قلل الاهتمام بأمك ولكن أقول له أن أولادنا في الظرف اللي إحنا فيه ده محتاجين اهتمام آخر ونبتدي نتكلم مع بعض إيه هو الاهتمام الآخر يعني ما روحش أقارن ما بين اهتمامه بولدته واهتمامه بالأولاد أنت الحمد لله عملت كده وأظن أن ده كان إجراء من أسوأ ما يمكن إيه ده يعني أسيبه يهتم بولدته ويفضل ما وروش حاجة غير والدته وما يهتمش بالأولاد أنا ما قلتش كده أنا قلت أنه إحنا نجلس معا دي جلسات أنا نسميها جلسات الاتزان الزواجي نجلس معا ونتكلم عن احتياج أولادي إلى مزيد أولادنا إلى مزيد من الاتمام يعني هي مش المسألة هو بيدي مين أكتر يعني هو لو اهتم بولدته على حسب حتى كلامك على حسب كلامك لو هو اهتم بولدته أكتر ما بيهتم بأولاده هي العبرة احتياج أولادك مش العبرة هو بيهتم بمين أكتر لأنه إذا كان هو اهتمامه بولدته مأمور به شرعا وقد ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين إحسان فإذا كان هو بيعمل الكلام ده من قبل الإحسان فوليس عليه إثم وليس عليه شيء وليس عليه حرد لكن هي المسألة إنه يكون بيعمل الكلام ده ويأتي على حساب قوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم رعا وكلكم مسؤولون عن رعياتي أو يخالف تحذير رسول الله سلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول بالعكس أنت لأولادك أنت بتشوف إن أولادك عيحسوا بأنهم مش ممين لو إنهم متوازن يعني بيعطي لأولادك ما يحتاجوا هم عيشوفوا الشخص ده عارف يعني إيه امتداده بالعكس ده هيكون أحسن لك بكتير ولذلك أنا شايف إن الطريقة الأفضل زي ما قلت لحضرتك إن أنت تجلسي معاه وتشوفوا إزاي تزودوا اهتمامكم بأولادكم مش إنك أنت تعتبيه أو تحسبيه أو تشتد عليه في إنه هو مهتم بولدته مش ديها تكون أحسن حسن إن الإنسان يحس إنه أنزل من على كتفه الأحمال يحس إنه أخف وهو في العمرة بيحس إنه خلاص حس إنه خرج من أحمال ثقيلة على كتفه ده بإيه سببه؟ إن العمرة باب من أبواب المغفرة إن العمرة باب من أبواب تفريج الكروب إن العمرة باب من أبواب الإحساس بعون الله سبحانه وتعالى وسنديه ومددي فلذلك الإنسان لما بيروح للعمرة يحس إنه هو وكأنه شفيا من مرض وكأنه أنزل الأحمال من على كتفه يحس إنه هو وكأنه عاد وكأنه مولود جديد كل ده حاجات مهمة جداً أنا هاختم بالأمر الثالث اللي بيحسوا أهل الله لما بيروحوا العمرة بيحسوا بإنهم عندهم بينهم وبين الله صلة فيحبب لهم الدعاء ويحبب لهم الكلام مع الله ويحبب لهم الخلوة مع الله سبحانه وتعالى ويحبب لهم إنهم يجلسوا ويكلموا الله سبحانه وتعالى المعاني التلاتة اللي أنا قلت لها الوسع وكمان القرب وكمان الإحساس بإنه في بينك وبين الله يوصل لو بس بنخرج بيها بنخرج بالتلاتة دولة بس من العمرة يكفينا ودوات أعظم شيء وأعظم منه ممكن تكون ربنا سبحانه وتعالى بيكتبهن إذا إحنا عجرنا إلى الله سبحانه وتعالى فسنجد الله سبحانه وتعالى يفتح علينا أبواب الفضل وأبواب الكرم وأبواب النعمة واجعلنا في خير حال يا رب